اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال ربط ثلثي العائلات الجزائرية بالانترنت اضافة الى الشركات والمؤسسات المحترفة في مجال الرقمنة وتكنولوجية الاعلام والاتصال مضيفا ان احد اهداف قطاعه بنهاية سنة 2024 هو ربط ستة ملايين عائلة بالانترنت الثابت عالية تدفق وتزويد مليون مشترك بالانترنت الثابت عن طريق الالياف البصرية اوضحت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني امس بشأن اخبار متدولة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة اوضحت انها الوحيدة المخولة بالاعلام حول مستجدات هذا الملف مؤكدة منح ثلاث ترخيص لحد الان وجاء في الميان تعلم وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بان اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنصبة لدى مصالح الوزارة والمكلفة بدراسة ومتابعة ملفات اعتماد وكلاء المركبات الجديدة تواصل عملها وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها وتجتمع وتعالج بانتظام جميع طلبات الاعتماد المودعى وعليها يضيف البيان تعلم وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بوصفها الهيئة الوحيدة التي تشرف على هذا الملف أنها الوحيدة المخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة والتي منح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات لكل من علامة فيات جاك وأوبل وقع الرئيس المدير العام لسونتراك تفيق حكار أمس على مثاق الحوكم والقيادة الرشيدة للشركات القابضة والشركات الفرعية للمجمع وجاء التوقيع خلال إشراف حكار على لقاء تحسيسي نظمته سونتراك تحت شعار أعضاء مجالس الإدارة في قلب القيادة الرشيدة لمجمع سونتراك بمقر مديريتها العامة جمع أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات الفرعية لسونتراك بحضور 230 مشاركا من بينهم 160 إطارا يمثلون سونتراك في الشركات التابعة للمجمع داخل وخارج الوطن ويندرج هذا اللقاء ضمن ديناميكية المجمع لوضع استراتيجية موحدة ومتكاملة لتحسين أليات أداء مجالس إدارة الشركات الفرعية لسونتراك وكذا مناقشت القضايا المتعلقة بعمل هذه المجالس مع التركيز على تفعيل وظيفة عضو مجلس الإدارة داخل هذه الشركات حيث تم عرض عدة تدخلات تناولت تقديم مخطط عمل لترقية وتطوير الحوكمة وإدارة الشركات يشارك محافظ الطقات المتجددة والفعالية الطاقوية نوردين ياسع في القمة العالمية حول الهيدروجين 2023 والتي تقام بمدينة روتردام الهولندية من التاسع إلى الحاد عشر من شهر مايا الجارية وأوضح بيان للمحافظة أن ياسع سيكون مرفوقا خلال مشاركته في القمة بممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سونتراك ومركز تطوير الطاقات المتجددة ويشارك في هذا الحدث الذي ينظمه مجلس الطاقة المتجددة بشركة مع ميناء روتردام ومدينة روتردام يقارب ثمانية آلاف مشارك من صناع القرار والقادة السياسيين والوزراء والمفوضين الأوروبيين والرؤساء التنفيذيين يمثلون ما يفوق مئة دولة عبر العالم وتعتبر هذه القمة موعدا مهنيا هاما لتطوير الشراكة مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال الهيدروجين حسب ذات المصدر والذي أوضح أن الجزائر من بين الدول المدعوة إلى هذا الحدث العالمي رفيع المستوى بالنظري للإمكانات المعتبرة التي تتوفر عليها في مجال إنتاج الهيدروجين وتصديره تحتضن الجزائر المؤتمر التاسع والأربعين والجمعية العامة لمنظمة التأمينات الأفريقية خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 من شهر مايا وأوضح بيان للإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين الذي ينظم هذا اللقاء أن هذا الاجتماع الدولي سيركز على مساهمة التأمينات في توفير الحلول لتحديات الأمن الغذائي في إفريقيا وذلك بهدف بعث ديناميكية جديدة تقوم على جعل التأمينات الفلاحية عنصرا فعالا للتنمية في القارة الأفريقية كما سيركز المؤتمر الأفريقي لمنظمة التأمينات الأفريقية على وضع خارطة طريق موحدة أقول للدفاع عن موقف مشترك يجمع أعضاء المنظمة ويهدف إلى تعزيز المصالح الاستراتيجية لقطاع التأمينات في إفريقيا ووفقا لذات المصدر ستعرف هذه الطبعة التي تعقد تحت رعاية منظمة التأمينات الأفريقية مشاركة أكثر من 1800 مشارك من بينهم مسؤول شركات التأمين وإعادة التأمين الأفريقية وخبراء ومحاضرون وممثل المنظمات الدولية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات أمس لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي في ظل المخاوف من عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود يأتي ذلك في حين تهادد روسيا باستمرار الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي يوفر ممرا آمنا لشحنات القمح الأوكرانية إذا لم يتم السماح لموسكو بزيادة صادرتها من الحبوب والأسمدة وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ويتولى فحص السفن الأوكرانية والسماح لها بالوصول إلى أسواق التصدير لم يتوصل الجمعة الماضي إلى اتفاق للسماح بانضمام السفن الجديدة إلى اتفاق الحبوب دوليا دائما أين قال وزير الزراع الإيطالي أن الجفاف المستمر في إيطاليا منذ فترة طويلة سببه تغير المناخ ما يعني أن على البلاد التكيف مع الواقع الجديد وذكر أن إيطاليا بحاجة إلى بناء المزيد من الأحواض للاحتفاظ بمياه الأمطار وإصلاح شبكات المياه التي بها تسربات على وجه السرعة ووفقا لرويترز أكد الوزير أن الجفاف ليس حالة طارئة تمر لمرة واحدة بل حالة مرتبطة بتغير المناخ وللإشارة عانت إيطاليا أكثر مواسم الجفاف شدة خلال سبعين عاما وأثار تقص الشتاء الجاف الذي استمر لفترة طويلة مخاوفا من أن يكون عام 2023 أسوأ ليتنامى قلق القطاعين الزراعي والصناعية الذين يعتمدان على إمدادات المياه الوفيرة تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر مما كان متوقعا في مارس بسبب الانخفاض الكبير في صناعة السيارات وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس ما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودا حادا وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية أن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4% عن الشهر السابق وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الجديدة في المصانع الألمانية مع تضرر القطاع الصناعي في البلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية وفي حين ارتفعت الأمال في أن تتفاد ألمانيا ركودا غذت المجموعة الأخيرة من البيانات السلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك وكانت صناعة السيارات مساهما رئيسيا في التراجع الذي سجل في مارس مع انخفاض عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار بـ 6.5% كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات والمعدات والإنتاج في قطاع البناء تم أمس توقيع اتفاق في إسبانيا ينص على زيادة الأجور للتعويض جزئيا عن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة وستقدر الزيادة بنسبة 4% عام 2023 تليها زيادتان متتاليتان بنسبة 3% في عامي 2024 و2025 ومن المقرر صرف زيادة إضافية بنسبة 1% إذا عاد تضخم مرة أخرى إلى مستويات عالية جدا مع العلم أن معدل التضخم بلغ في إسبانيا 4.1% في أفريل على مدى عام واحد بعد أن وصل إلى المستويات قياسية تجاوزت 10% خلال الصيف لكن هذا الاتفاق الإطاري أقول لن يؤدي إلى زيادة تلقائية وعامة في الأجور في البلاد بل سيكون بمثابة أساس للتفاوض الجماعي في مختلف القطاعات وبيضا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة